تشبه عملية النقش على الحجارة في العصر الحالي ما كانت عليه في العصور القديمة على الرغم من أن أدوات النقش مختلفة بعض الشيء تبدأ عملية بالعثور على الحجر المناسب هنا يقوم النحات بتحويل قطعة من العقيق إلى رقاقات ثم يختار اللون والطبق المناسبين للمشروع وبعد قص الحجر الكريم بحجم أصغر يقوم بصقل الحجر للحصول على الشكل المطلوب مع تركه أكبر حجما للسماح بالنقش عليه لاحقا يتم تزويد الماء باستمرار لتبريد الحجر لمنع ارتفاع حرارته وتصدعه يقوم النحات بصنع مزيج رقيق القوام عن طريق خلط زيت الزيتون مع مسحوق مادة للصقل تم استخدام صخور الصنفرة أو معدن الكورندم في العصور القديمة بينما يستخدم غبار الألماس الآن يستخدم جهاز ثقب معدني بعد غمره في ذلك المزيج ليحمل جزيئات مادة الصقل بينما يتم قص وإزالة أجزاء قليلة جدا من الحجر يتحول لون المزيج إلى البني بسبب جزيئات النحاس التي تنفصل عن أداة الثقب وباستخدام ريشة ثقب مجوفة يتم إحداث ثقب في الحجر الكريم من الطرفين وتكسر النواء المتبقية بواسطة إحداث ضغط خفيف يمكن الآن تثبيت الحجر الكريم على خاتم أو تعليقه في خيط لصنع قلادة يمكن جعل لون الحجر ذاكنا أكثر عن طريق غمره في محلول مصنوع من مركبات آيونية وفي هذه الحالة تم الحصول عليها من المسامير الصدئة ويعمل تسخين الحجر على جعل اللون أكثر قوة وباستخدام أدوات ذات أشكال مختلفة يمكن للنحات نقش أشكال متنوعة على الحجر وعلى الجزء الخلفي من الحجر يرسم النحات رسما أوليا سريعا ليتم نقشه وفي هذه الحالة يرسم جعرانا فرعونيا أو خنفساء يستخدم النحات في العصر الحديث ألة نقش كهربية بينما استخدم الحرفيون القدماء أدوات تعمل بالقوة اليدوية وفي المراحل النهائية يستخدم النحات أدوات مصنوعة من مواد أقل صلابة مثل الخشب أو الجلد أو مزيج من مادة صقل أكثر نعومة ينتج عن ذلك سطح ناعم مسقول وعلى الطرف الآخر من الحجر يقوم النحات برسم صورة لشاب يقوم بتعديل حذائه تمتاز الخطوط الناتجة عن الرسم بالوضوح بحيث تمكن النحات من تتبعها وملء المساحة المطلوبة بالمزيج على الرغم من أن بعض النقش يتم دون قدرة النحات على الرؤية بوضوح يعتمد النحات على اهتزازات الأداء ليشعر إذا ما كانت تقوم بالنقش أو لا ينقش النحات تفاصيل الجسد باستخدام عدة أدوات متنوعة يقل حجمها عند نقش التفاصيل الأداء وفي النهاية يتم إضافة إطار زخرفي ويقوم بإضافة توقيعه على الحجر الكريم إن هذا الحجر الكريم المنقوش هو نسخة عن حجر كريم يوناني قديم في مجموعة متحف جتي تم نحته بواسطة النحات إبمينس حوالي عام 500 قبل الميلاد ترجمة نانسي قنقر